بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إشتراك المرسلين نواصل اليوم شابتر 6 نشوف الليكتر 6-4 نحل اللي هي سامبل بروبلم 6-2 هذا البروبلم يقول لك عنده 2 بلوك A والB تبدأ من الحركة Start from the Rest يعني ما فيه سرعة ابتدائية ولا مسافة ابتدائية قطعتها يقول لك انه الهوريزونتل بلاي بلاين والبولاي هذا ما فيه عليهم احتكاك وبعدين يقول لك انه الماس ام سي هذي البولاي سي هذي الكتلة تبعها مهملة مطلوب منك الـ Acceleration لتبع الـ Each Blocks A و B والتنشن الموجودة في السلك اولا نحن نعرف انه الـ A A هنا لاحظ ان الـ Block A اذا تحرك بمسافة مثلا عشرة اللي في X A هذا حيتحرك بمسافة 5 صح؟ لفوق لانه نص خمسة هنا وخمسة هنا هذا اللي سميته Y B هتصار عندك Y B تساوي نص X A اشتاق هذا مرتين ثم يعطيك الـ Acceleration اذا عندي الـ Acceleration تبع الـ Block B بدلالة Block A بعدين نشوف ركاينة تكس يعني ندخل الـ Newton Second Law ونشوف ندخل القوة عند each Block نبدأ بالـ Block A اللي هو الـ Block A الموجود عندي هنا فيه عليه تأثير الـ Weight والـ Reaction وفيه عليه Tension في هذا الناحية اللي هو تشد في هذا السل تسميه T1 نطبق عليه اللي هو Newton Second Law يجي عندي ما موجود عندي على الـ X Axes هنا إلا T1 ولذلك T1 تساوي 100 AA إذن عندي T1 بدلالة الـ Acceleration طبعا الـ Block A بعدين نروح الـ Block B الـ Block B هنا ونجيب ايش موجود عندي هنا الاتجاه هذا اللي هو الـ Weight كيف نحسب الـ Weight الـ Weight يساوي MJ بعدين في عندي Tension هنا في جزئة السلك هذي الموجودة هنا هذا نسميه T2 نروح نطبق Newton Second Law هنا يعطينا أنه الـ Y Axes موجودة في M A B وتساوي الـ W ناقصا الـ W في هذا الاتجاه ناقصا T2 تساوي M A الـ M 300 هي الـ M هنا الـ A B لكن الـ A B يساوي إيش يساوي نصف AA إذن نجيب قيمة T2 2040 ناقص 150 AA حسنا حسنا قسمناها على أثنين لكي تعطينا A نروح للـ Pull C الموجودة هنا هنا على T2 طبعا الشد في هذا السلك شفناها من قليل وهنا فيه عندي T1 وهنا عندي T1 وهنا عندي T1 صح؟ كما هو موجودة عندي هنا T1 لماذا تسميناها T1؟ لأنها نفسها لأن السلك هذا السلك هو نفس السلك ولا يجب أن يكون الشد في طرفيه نفسه وإلا سينقطع مجموع القوى الموجودة هنا تساوي M A C وتساوي السفر لماذا؟ لأننا قلنا أن M C تساوي السفر الكتلة تبع الـ Pull A تساوي السفر إذن عندي T2 ناقص 2 T1 تساوي السفر أروح في هذه المعادلة أعوض شفت في سلايد الماضي أنه T2 تساوي هذه القيمة والـ A1 تساوي هذه إذن عندي معادلة ما فيها إلا A و A بس مجهول واحد أروح أعوض عنها تعطيني القيمة هذه طب كيف يجب منها الـ A B الـ A B تساوي نصف A A والـ Tension 1 يساوي 100 A A شفناها في سلايد الماضي كمان ومن هذه المعادلة نعرف أنه T2 تساوي 2 T1 إذن جبنا كل المطلوب منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته